مساء الخير مشاهدين مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العنوين مباحثات سوريا إيرانية لزيادة التعاون في مجالات الطاقة والمشتقات النفطية والمشروعات بين البلدين وعملة بريكس تهز العملة الأمريكية والبريطانيون على طريق التقشف أهلا بكم بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع وزير الطرق وبناء المدن الإيرانية مهر الداد بذرباش رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة عن الجانب الإيراني والوفد المرافق له صبلا فتح أفاق جديدة للعلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين هذا وأكد الجانبان على أهمية السعي لزيادة التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات والسياحة وضرورة إقامة مشروعات مشتركة ذات جدوى اقتصادية وشدد المهندس عرنوس على زيادة التواصل واللقاءات المشتركة بين الفنيين لدى الجانبين لتنفيذ تلك المشروعات والاتفاقيات الموقعة من جهته أوضح وزير الطرق وبناء المدن الإيرانية أهمية زيادة تبادل المنتجات والسلع وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين إضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمعارض والمناطق الحرة والتعاون المصرفي والمالي اختتمت اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة جلسات مكثفة من المباحثات الفنية لمتابعة أعمالها بمشاركة ممثلين من الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات وتم توقيع محضر اجتماع ينص على ما تم الاتفاق حوله في اللجان التخصصية وصلنا إلى أنجازات هامة خلال اجتماعاتنا في مستويات مختلفة مع الجانب السوري وأيضاً دقاءاتنا مع الخبراء واللجان المختص المشتركة كذلك التقينا مع الرئيس بشار الأسد ورفعنا تقريراً لسيادته حول أنجازاتنا ونتائجنا التي وصلنا إليها خلال هذين اليومين وخلال جلساتنا مع الرئيس الأسد أكد الرئيس على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بوتيرة أسرع وتم توقيع محضر اجتماع جيد اليوم ينص على ما تم الاتفاق حوله في اللجان التخصصية وأيضاً حول لقاءاتنا مع القطاع الخاص وبالنسبة للسياحة الدينية تم الاتفاق على هذا الموضوع وسنر السياح وزوار إيرانيون قريباً والمواطنون السوريون في إيران إن شاء الله جلسات مستمرة ومتواصلة على مستوى اللجان الفنية من الوزارات المعنية من الجانبين بمشاركة ما يزيد عن مئة شخص من ممثلي الجهات الحكومية في البلدين على مستوى الفني من السادة معاوني الوزراء والسادة المدراء العامين والفنيين الأخصائيين بالتعاون الدولي في مجالات متعددة في الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والاقتصاد والمالية والتأمين كان هناك أجواء جداً جيدة من الحوار حول آليات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين ودراسة ما يمكن أن يتم من وثائق تعاون مشترك وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سوريا المركزي بتوجيه من يلزم لإلاء الأولوية بالتمويل للمستوردات من المواد العلفية وتضمرت الموافقة مادتي الزرى الصفراء وكسبة الصوية إضافة إلى منحها المزايا التفضيلية للمنصة على أن يتم تأمينها قبل نهاية شهر حزيران لإتاحتها في السوق المحلية لمربي الدواجن وبما يساهم في تخفيض أسعار منتجات الدواجن أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ المصدرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري ويهدف البرنامج إلى دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية السورية المصدرة إلى روسيا بنسبة 30% بالليرات السورية من قيمة أجور الشحن التي بلغت 6000 دولار من أجور الشحن للحاوية أو السيارة الواحدة حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدرة وذلك لمدة 6 أشهر خلال الفترة من الأول من نيسان ولغاية الثالث من أيلول 2013 مع تواصل انخفاض قيمة الدولار في الأسواق المالية العالمية والتضخم الذي تشهده الولايات المتحدة قد تهز عملة البريكس عرش الدولار وتطوضه من السوق في الوقت الذي تدعو فيه الخزان الأمريكي الكونغريس إلى رفع غير مشروط لسقف الدين إضافة إلى دعوات من بنك إنجلترا ليتقبل البريطانيون صعوباتهم المالية بعد الحرب العالمية الثانية فقد الجنيه البريطاني هيمنته على سوق العملات العالمية الأمر الذي قد يصيب الدولار في ظل الهبوط التراجعي الذي تشهده الأسواق المالية في أسعار الدولار اتجاه هبوطي في التعاملات بالدولار رفق هبوط في احتياطيات المصارف المركزية المقومة بالدولار لتنخفض حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية إلى أقل من 58% مترافقة مع تحذيرات وزيرة الخزانة الأمريكية من كارثة اقتصادية مالية هذه الكارثة الاقتصادية يمكن تفاديها الحل بسيط يجب أن يصوت الكونغريس لرفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يفعل ذلك بدون شروط وينبغي أن لا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة تصريحات ييلين أتت بعد تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين ماكارثي بإجراء تصويت لرفع سقف الدين وخفض الانفاق العام رغم دعوات بايدن لزيادة سقف الاقتراض بدون قيود فبحسب وكالة موديز فإن تطبيق خطة ماكارثي ستؤدي لتباطئ النمو وسوق العمل وإلغاء قرابة 800 ألف وطيفة لحظة إزالة الدولة راه وصلت أخيرا بتقدير الخبير الاقتصادي بالبيت الأبيض في عهد ترامب جوزيف سوليفان فعملة بريكس قد تهز عرش الدولار وتطرده من السوق فسيكون الأمر أشبه باتحاد جديد يفوق الولايات المتحدة ومجموعة السابع كمهيمن عالمي حتى أن الهمهمة في العواصم الأجنبية حول الرغبة في الإطاقة بالدولار تصدرت عنوين الصحف منذ الستينيات بالعودة إلى الجنيه البريطاني كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا شدد على ضرورة بقاء السياسة النقدية صارمة بما يكفي للحد من التضخم داعيا البريطانيين إلى قبول تراجع قدراتهم الشرائية حسب مراقبين الهبط في تعاملات الدولار ظهر جليا في نمو الاقتصاديات غير الغربية والتي لا تتعامل به فقد تجاوزت دول بريكس الناتج المحلي الإجمالي العالمي لبلدان مجموعة السابع كما أن الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدولار الأمريكي بدأت بالانهيار فرفع سقف الدين يأخذ طابعا سياسيا عندما يكون الكونغرس منقسما فكيف مع انقسام الإدارة الأمريكية فالكوكب ذهب بالفعل إلى عالم متعدد الأخطاء أصبحت ثلاث دولين من أوروبا الشرقية بولندا ورومانيا وهنغاريا من بين أكبر خمسة مقترضين من البلدان النامية للمرة الأولى منذ عشر سنوات بحسب وكالة بلومبرغ هذا وأفدت الوكالة بأن حكومات أوروبا الشرقية اقترضت 32 مليار دولار هذا العام ما يساوي ثلاثة أضعاف مقترضته خلال الفترة نفسها من العام الماضي وتوقع محللو الوكالة أن عجز الميزانية أوروبا الشرقية سيرتفع إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام وهذه نسبة أكثر بمقدار 1.3% عن عام 2021 أخبار الاقتصاد انتهت شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع نزاج شكرا